السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته طلاب الصفحة الاولى السنوية اهلا بكم في chapter 2 lesson 3 اللي هو Application of Motion With Informed Acceleration النهاردة ان شاء الله هنتكلم على dimension in two dimensions اللي هو ال projectile يا شباب in two dimensions اللي هو في اتجاه بيكون في اتجاه x وفي اتجاه y يلا بينا ننش LisaLatul اهلا بيكم في سؤال الأولين يا شباب ولي ويندى projectile which is projected upward at the angle and angle returns to the same horizontal level of projections after time team so it has reached the maximum height after time بس يا شباب لو انا عندي object عملت له project هدفته كده بالشكل ده كده تماما يا شباب طبعا هيطلع للماكسوم height ده بنسميه time to reach the maximum height وهو time up وده time down وخلي بالنا time هو طالع نفس time هو نازل وده total time اللي هو بيبقى equal to t طب هنا عايز ايه قال لي هنا عايز time to reach the maximum height يعني عايز ما هو total time equal to t يبقى بتاع الصعود او الهبوط اللي هو equal كاما شباب نص total time تمام كنا شباب بيبقى طبعا عشان يوصل للماكسوم height هيطيبقى نص total time اللي هو ده نيجي للسؤال اللي بعده هنا بولي the horizontal displacement reached by two identical identical projectiles will be the same when they are projected at the same initial velocity from the same point from the same point at angles بص يا شباب لو انا عندي two object الاولين اهو والتاني اهو برضو انا هحطف الاولين بانجل تمام واحطف التاني بانجل مختلفة يا شباب بس بنفس الانشل point امتى الاثنين يوصلوا لنفس الهوريزنتل قال لي الاثنين يوصلوا لنفس الهوريزنتل لو دي سيتا بتاع الاولين سيتا 1 وده السيتا بتاع التاني سسميها سيتا 2 الاثنين يوصلوا لنفس الهوريزنتل رينج في حالة واحدة بس لما يكون سيتا 1 بلس سيتا 2 equal كم احباب equal 90 طيب يبقى انا عايز two angles equal 90 هنا طبعا 80 plus 80 و60 يعني يطلع 140 يبقى ما ينفعش ده 40 و50 يطلعوا 90 يبقى هي دي اللي تنفع ماشي شبابي بس سؤال زي ادا كده لازم two angles يطلعوا كم سميشا بتاع يطلع كم 90 نيجي لس سؤال اللي بعده question كم question 3 question 3 بولي هيبقى بولي a body is projected with a velocity يبقى كده هي الانشل velocity اللي البي اللي upward with the angle لبقى مديني سيتا اللي هوريزنتل as shown in the opposite figure ومديني الجي كمان اللي the horizontal components of the bodies is velocity at the moment of projection يبقى هو عايز مين عايز الهوريزنتل components of the body a velocity يبقى هو محتاج مين محتاج الهوريزنتل يبقى محتاج ال vi يا شباب ال vi اكس تماما انا عندي ال vi اكس اكوال كام شباب اكوال ال vi اي كوزين اي كوزين ثيتا تعالوا نعوض ال vi هو مديني 20 وكوزين والثيتا بقيب 60 يبقى هنا 20 كوزين اي 60 طبعا كوزين 60 بكام شباب اللي هي بنص نص في 20 يبقى يكوال جامع 10 طبعا 10 a meter per second يبقى الاجابة بتاعتنا 10 طب هو عايز vertical components يبقى محتاج ال vi في التجاه y طبعا انا اقول له ان vi في التجاه y هتبقى equal vi sin cam sin 60 اهو اللي هي sin c طبعا اللي هي تبقى equal 20 sin 60 طبعا sin 60 يبقى برو 3 over 2 يعني تطلع كام شباب تطلع 10 root 2 10 root 2 طبعا اللي هي بتاعتنا meter per second يبقى 10 root 2 root 3 اي شباب root 3 root 3 over 2 تمام اللي هي d اهو طبعا هنا عايز vertical components of the body velocity after one second يبقى هو هنا مديني طايم كام شباب مديني طايم كام one second وعايز مين عايز vertical components يبقى محتاج ال vi f في التجاه مين في التجاه y طيب انا استخدم انهي equation طبعا الاسهل ان انا استخدم الاكويجين الاولى طب الاكويجين الاولى بتقول لي ايه بتقول لي ان ال vi final equal v initial plus من يا شباب gt تمام بس خلي بالك انا بس اشغل على vertical component يبقى انا اشغال على اتجاه y وهنا اشغال على اتجاه y تعال انا عوض بقى انت عايز ده ماشي اللي هو v final في اتجاه y vi في اتجاه y اللي هي اهيه ده اللي احنا لسه مطلعينه يا شباب اللي هي بكام 10 root 3 10 root 3 10 root 3 g هو مديني g بكام اهو بس خلي بالك هو طالع في الجهة هنا هتبقى negative 10 time is time times time اللي هو ب 1 a second طبعا هنجبها بالكالكليتور تعالوا نجبها بالكالكليتور نشوفها تطلع كاما او معامل كده شباب 10 root 3 3 ومخارج برر root ومعمل minus طبعا 10 times 1 يعني ب 10 واقول له equal طلعت الرقم ده اقول له equal طلعت كاما شباب 7.32 يبقى 7.32 طبعا اللي بتاعتنا meter pair second يبقى 7 اهه كام هتبقى فين 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 اللي هي D ده كده question كام question 3 نيجي للquestion question 4 طيب قال له Two poles X and y ruled from the top of the table with the same horizontal velocity قال له اثنين نسلين بنفس الhorsontal velocity طيب الاثنين بنفس الhorizontal velocity قال له Where the mass of X is greater than the mass of Y طيب اولا مبدعيا المس هنا مش بتأثر معانا لان الاثنين كده كده بنزلوا free fold فالاثنين بنزلوا under the effect of gravity فالماس ذو فكك منا ما لهاش لازم معنا. قلي وي نجلكت. طالما احنا عاملين نجلكت يعني مش معنا. يبقى مش هفرق معنا الالماس ولا هيفرق معنا من يا شباب ولا هيفرق معنا الفوليم. الاتنين كده كده مش فرقين لانه بتحرك. قلي. طبعا الاتنين بما انهم ماشيون بنفس الهورزنط الفلسطي يبقى الاتنين هيمشوا كده كده. بالضبط هو ادي الثاني هيمشي معه بالشكل ده. والاتنين هوصلوا لنفس الهورزنط الفلسطي. يبقى اللي جاءوا بتاعتنا اللي هو مين? اللي هو اي. ده question 4. نيجي للquestion اللي بعده. والبيجي اللي بعدها. question 5. نشوف question 5 بقول اي. قال في question 5 على opposite figure shown in the object. this projected at angle. هو هنا مش مدين الانجل. هو مدين ال vi y. ومديني. ال vi x. طيب عايز مين بقى? عايز ال maximum vertical height. عايز مين يا شباب? عايز ال height. طبعا لما هيوصل ال maximum height اولا مبدئيا ده كده يا شباب. ال vi final في اتجاه اكس. ماشي. وده ال vi final. في اتجاه مين? في اتجاه وايد. اولا ده كده بتبقى equal zero لانه وصل ال maximum height فمعدش يطلع لفوق. وال vi final في اتجاه اكس. بتبقى equal vi initial في اتجاه اكس. اللي هي كان 20 meter per second. تمام? تمام. هو عايز مين? عايز ال height. بص بيانك من نجوم. انا معي ال vi f y. ومعي ال vi x. تمام? ومحتاج ال height. يبقى انا equation تنفع? طبعا اللي تنفع ال equation. ان هي يا شباب? ال equation. الثالثة. تعال نشوف الثالثة. بيقول لي اكتب ال equation الاول. v final square. هتبقى equal vi initial square. بلس. ادو جي طبعا ال heighten خلاء اتش مش دي. اولا احنا طلعين لفوق. طلعين في ال vertical. يبقى y. وده y. لان كده كده ال x constant. فهو وصل ال maximum height. يبقى يبقى ده 20 power 2. هيبقى plus. اهو ادي 2. times g. الجي من داري بكام? بس خلاء بلك هو طلع لفوق. يبقى بنجد في تن. طبعا تايمس مين? تايمس ال height. هيبقى 2 times 10 ب20. يبقى 20. يبقى ده كده 20 يا شباب. مينس 20 اتش. هودها اليمة الثانية. يبقى هنا 20 اتش equal 20 square. تمام كده. او معامل يبقى من هنا كده هقول ان ال H. هتبقى equal 20 power 2. اوور كام شباب? اوور ال 20. طبعا ده يعني معناها 20 في 20 يعني تطلع 20 ميتر. يبقى الاجابة بتاعتنا فين? 20 ميتر. اهو. طبعا هو هو هنا في في المسألة هو مديني الرولاح اللي بيها. اللي هو اصلا هو ده اللي انا استخدمته. ماشا شبابي بدل ما احطي هو قال لي ايه? ان ال H هتبقى equal ال vi y square. اوور من. اتو جي. اللي هو ال vi y square اوور اتو جي. وطبعا نحط هنا لان احنا نعود بين بالنجد. فانا ما خدتش بالي من الرول اللي هو مديني. فانا حلتها بال. فانا كده اعلمتك طريقها. وهو مديك رول هتحل بها. طيب تمام. تعال نشوف اللي بعده طالب مننا ايه تاني. قال لي هنا اعيز. يبقى عايز من? عايز. ال R. هو مديني مين? طيب اولا ال R هو عايزة. فين ال vi x? اهه. فين ال vi y? اهه. فين الجي موجودة كل حاجة موجودة. يبقى ال R هتبقى equal. اعليل ال negative. اعليل ال vi x هو مدينة لهو. 20 و 20 يبقى هنا чي times 20. over. الجي هو مدينة لب 10 بس يطلع لفو يبقى negative 10 طبعا ال negative مع negative ونجيل zero مع zero. two times two four four times two eight. وال zero يبقى 80. 80 ايه ميتر يبقى اللي جابة بتاعتنا 80 ميتر تاكده. كماش يبقى بقوشن. نأتي إلى الـ question الـ question 6 ونرى question 6 يقول لأيه نرى question 6 يقول لأجباء If an object is projected upward at the angle وهو من الـ theta To horizontal أقال لك أن الـ angle يجب أن تكون مع الـ horizontal لأن لو لأيه مع الـ vertical يجب أن يعملها subtraction من 90 With initial velocity فهو هنا مديني من الـ vi أريد maximum height أريد من الـ height حلوة طالما وصل الـ maximum height يبقى أن أرى يا شباب سأستخدم ماذا؟ سأستخدم الـ equation أو أحل بالـ equation فهو المشكلة فهو المشكلة أن أنا لا أعدي ماذا يا شباب؟ لا أعدي الـ viy فأنا أجبها أقول له ان الـ viy equal vi ما له يا شباب سين سين ثيتا هنا كيف 20 تمام سين 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 30 سين 30 كيف سين 30 سين 30 y power 2 over 2 g أصلا انا حلت لك الـ equation لأننا حفظين الـ equation عشان لا تحفظ قوانين كثير ودينها تبقى مبوخة معك add viy 10 power 2 over add 2 times g ومدين 10 يبقى negative negative 10 طبعا negative مع negative 10 power 2 يعني من غير calculator 10 times 10 over 2 times 10 10 مع 10 10 over 2 تطلع كم تطلع 5 5 5 متر دا كده question 6 نجي لل question question 7 نشوف question 7 بيقولي قال لي a pole is projected from the ground with a velocity دا كده من vi قال لي at the angle دا هي من theta دا هورزنتل خلي بالك الانجل 60 مع الهورزنتل لازم الانجل تكون مع الهورزنتل عايز مين عايز maximum height طيب يا شباب عشان اجيب maximum height قلت لك لازم يا اما تجيبها يا اما هتجيبها بال equation of motion زي ما عملنا هنا براحتك it's up to you طيب لو هتجيبها هنا او سواء بال equation يبقى احنا كده كده في النهاية محتاجين مين محتاجين ال vi y يبقى انا في النهاية هجيب initial velocity في اتجاه y اللي هتبقى equal initial velocity sin a sin theta تعال نعود vi هو مدهلي بكام مدهلي ب 20 times sin theta 60 طبعا sin 60 التي هي root 3 over 2 يعني تطلع 10 root 3 وليونة بداتنا متر طبعا نعود هنا بقى هنقول ان h equal initial velocity y square over l2j تعال نعود add negative هنا كده 10 root 3 كل هذا power 2 over add 2 times هنا h g negative 10 مع negative وتقوم جابها بالcalculator تعالوا اما نجبها هنقوم عاملين ايه هم عاملين كده ونقول له نقوم عاملين bracket ونقول له 10 root 3 نطلع من bracket من root ونقوم عامل bracket ونقوم عامل power وننزل تحت ونقوم عاملين 2 times 10 تطلع كم تطلع 15 انصر بتاعنا 15 15 ايه متر اهه ده كده اللي هو الولاني تعال نشوف التاني ايه اللي طالبه قال لي عايز maximum horizontal range يبقى هو عايز من الشباب عايز maximum horizontal range طبعا احنا الر لها اكتر من rule بنحل بيه ياما بنقول انها equal vix في t ياما equal vix 2t ياما equal 2 vix viy ياما equal طبعا هنا divided g ياما بنقول هنا في negative ياما بنقول negative الذي كان 2 vi power 2 طبعا سين theta cosine theta over mean over g ياما equal vi square sine 2 theta over g طبعا هنجي نحل بدا vix مش معنا وطيب مش معنا مش ينفعل ده vix مش معنا وطيب مش معنا مش ينفعل يعني ممكن تقول له ان vix equal cosine theta واجبها او ممكن هنا v i موجودة sine theta موجودة cosine theta موجودة والg موجودة يبقى ممكن تحل منين تحل من ده او تحل من ده الاتنين دول ايه اللي هيجبوك اسرع واسهل يبقى احنا هنقول ان الار ادي negative ادي 2 طيبس vi هم الدهالي ب20 اهو بس خلبا لك ان 20 power 2 هنا sine 60 cosine 60 over 10 الجيب negative 10 وانجيب الكلام ده كله بالكالكليتور شباب يطلع 34.64 متر يبقى هنا 34 اللي هو ده ده كده question 7 نيجي لسوالي لبعده question 8 تعالوا نشوف question 8 بيقول ايه question 8 بيقول قال لي انا عنده object is projected at the angle يبقى هو مدين من الثيتا قال لي with to the horizontal طالما مع الhorizontal يبقى هي ده الثيتا قال لي returns to the earth after a for a second يبقى خلق لك ان فلو انا عايز time بتاعه هو طلع بس هيبقى equal to لو time هو نزل بس هيبقى طب عايز من عايز initial velocity by which the object is projected يبقى هو عايز initial velocity اللي هي تمام حالو علشان اتجاب initial velocity محتاج حاجة من الاثنين ياما محتاج velocity في اتجاه y initial velocity في اتجاه y ياما محتاج initial velocity في اتجاه من x تمام يا شباب طيب من عنده رول بيقول لي time equal negative to vi في اتجاه y over over من يا شباب g طيب انا هعمل ده لي عشان اجيب في اي وي ليه لاني عندي رول بيقول لي ان vi y equal vi تعالوا نعوض يا time انت بكام انا بفور اهو equal ادي negative two times vi y محتاجان على g اللي هو بكام اهو تان بس خليب لك انها بالنجتف لانه طلع لفوق فالنجتف تروح مع النجتف وهنا فيها الone هنا فيها الفايف يبقى من هنا كده هنطلع عن vi y هتبقى equal four times five became between meter per second طيب من عنده رول بيقول لي ان vi y equal vi مالوا شباب سين ايه سين ثيتا انت كده بكام ب20 وانت بكام انا محتاجك ليه vi والسين بكام ثيتا بكام ب30 اهو يبقى من هنا كده اقول له vi هتبقى equal 20 over سين كام سين 30 طيب تمام ما هو سين 30 بكام شباب يبقى هنا هتبقى كده 20 over have دمونيوتور دمونيوتور يطلع فوه يطلع بكام 40 40 متر per second 40 طيب يبقى هو محتاج vi في اتجاه مين في اتجاه اكس تمام ما انا كده كده معايا مين معايا vi تمام يبقى vi x سهلة جدا هقول له ان vi x هتبقى equal vi كوزين ايه كوزين ثيتا يلا vi ما نلسه جابها ب40 اهه كوزين الثيتا بكام الثيتا ب30 30 يعني root 3 over 2 يعني تطلع 20 root 3 واليونت بتعطيتنا ايه meter per second يبقى 20 root 3 اللي هي دي طيب اللي عايز المكسموم height عايز ال H تمام ما هو ال H equal يا شباب equal negative vi y power 2 over 2 g تمام طيب ال vi فين vi y ما احنا لسه جايبين ال vi y ها become 40 become 40 لا مش هدي احنا جايبينها فين او اهه 20 يبقى هنا negative 20 power 2 over add 2 في G اللي هي negative 10 طبعا ال negative 20 20 times 20 over 2 times 10 هنقوم شالين 0 مع 0 2 مع 2 تطلع كام شباب تطلع 20 متر 20 متر question 8 طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده question 9 بقول لي question 9 تعالوا نشوف قال لي the components that is placed on the ground a canon أنا عندي canon اللو المدفع that is placed on the ground ground fires projectiles at the angle يبقى هو مديني الانجل اللي هي كام 45 دا كتالي الثيتا بس خالي بقى لك توزي هرزنتا الكده كده كده مش فرق لانه 45 لو مع الهرزنتا هتبقى 45 لو مع ال vertical هنطرحها من 90 تطلع برضو 45 قال لي قال لي the initial velocity that is required for the firing the projectiles to hit the target 100 خالي بقى لك انه هو ده مين ده ده الر وهو عايز مين عايز الانيشيال فلوسطي لل vi طيب لو انا عندي vi x او vi y اقدر اجب منها من vi طيب اولا انا هستفيد من ده واجب منها مين يا شباب واجب منها واجب منها vi y طيب انت لو بصيت على الر من شوية كده 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 تددك قلت لك ينفع نجيبها بال vi x t ينفع نجيبها بال vi x 2 t ينفع نجيبها بال negative 2 vi x vi y على g ينفع نجيبها بال negative 2 vi power 2 sin theta cos theta over g ينفع نجيبها بال vi square sin 2 theta over g طبعا انت محتاج ال vi انت معك الر ومعك الثيتا ومعك الثيتا ومحتاج مين vi اللي نفع معنا اللي هو ده او ده fits up to you عايز تجيبها بالماشي عايز تجيبها بالماشي عايز تجيبها بالماشي براحتك فاحنا نجيبها منين تعال نقول ان r equal negative 2 تعال نحل بده اي شباب negative 2 vi power 2 sin theta ثيتا cos theta over g تعالوا نعود الر بكام مده لها 1000 1000 equal negative 2 vi اي احنا محتاج power 2 times sin 45 cos 45 كل ده over g الجي اللي هو بكام 10 ده كده شباب التعويضة من هنا بقى هجيب vi انت بقى حتى بالكالكليتور لما تجيبها بالكالكليتور هتطلع كام تطلع 100 meter per second طيب بيبقى احنا عايزين ال initial velocity طلعت 100 meter per second يبقى لجابة بتاعتنا اللي المين اللي هي ال b ده كده question 9 نخش على ال page اللي بعدها اللي هي question 10 طيب بل يبقى شباب تعالوا نشوف بيقول ايه قلا نعندي قلا نعندي a person throwing a pole from the top of the building with a speed of 50 meter per second يبقى ال initial velocity قلا نصو the velocity of the pole and its vertical displacement after 4 seconds يبقى هنا محتاج ال velocity of the pole and its vertical displacement يبقى هو محتاج ال d ومحتاج ال v final تمام in the case of ال projecting the pole upward with the angle cam 60 يبقى هو كده واقف والمبنى ويحتف الكرة بالشكل ده كده ويحتفها ب angle cam ب angle cam 60 طيب بعد 4 seconds بعد 4 seconds يبقى ال final velocity هنا تبقى كام قال ال final velocity في الحالة دي هنعمل لها هنعمل لها resolving in two factors طبعا بنجبها ونقوم ونقوم v final في اتجاه x power 2 plus v final في اتجاه y power 2 ونقوم محتاجينها تحت ال root يبقى انا عشان اجيب ال velocity محتاج دي ومحتاج دي تمام حلوة طيب انا كل اللي مدهولي مين مديني من vi يبقى اولا من vi انا هجيب من vi لان نخلي بالك ان vi هتبقى equal v final في اتجاه x اللي هي تبقى equal v final في اتجاه من x اللي هي equal vi cos a cos theta طالعا نعوض vi من ده كام بخمسينها cos cam cos 60 تمام cos 60 طبعا half half times 50 تطلع 25 meter يبقى انا جبت اول حاجة اللي هي في اتجاه x طيب عشان اجيب v final في اتجاه y هجيبها بال equation of motion فده هيلزمني ان انا لازم يكون معايا v initial في اتجاه y هجيبها ازاي مال vi sin theta طالعا نعوض vi بخم 50 sin theta بخم 60 يعني تطلع 25 روت كام شباب 25 روت ايه روت 3 طبعا meter طيب انا محتاج مين محتاج v final في اتجاه y ومديني يبقى انه equation تنفع طبعا اللي ينفع معانا equation الاولى اللي هي v final في اتجاه y هي بقى equal v initial في اتجاه y plus g t نعود يا v final انا محتاج v final هي بقى vi في اتجاه y اهه مده لها 25 روت كام 3 طب ايه جيه بكام انا متهالي بكام بيتان بس هو تواجه لفوق هتبقى بيتان time بكام هو اقلب فور ساكنت اهو طيب تعال نجيب الكلام ده بالكالكليتور ونشوفه اكوال كامل هنشوف هشباب تعالوا نشوف هنقول تويني فايف روت فين الروت روت ايه ثري نخرج برا الروت ونقوم عمليه من مينس طبعا تن تايمز فور يعني بفورتي ونقوله اكوال ونقوم عملي اس دي طلعت بكام مش بها تتلعى بيكان باثري بوينت ثري يبقى هنا الفي فاينال فايت طلعت خامب اتري باورص طبعا ميتر بير ساكن يبقى انا كده جت الفي فاينال وقيبت الفاينال فاientos في اتجاه واي انت عايز الفي فاينال بس اهو عادي اقول ه اهو الروت اهو لو افينال فاينال فايف سقوارلا بلاس الفي فاينال في التجاه Y سقوار في التجاه X اللي هي بـ 25 power 2 في التجاه Y اللي هو 3.3 power 2 وهدها بالكالكليتر تعال ونجبها بالكالكليتر شباب نعم عاملين كيف نعم واخدين الروت ونقول 25 سقوار ونقول plus 3.3 سقوار ونقوله equal تلعي كام تلعي 25 بوينتر كام 216 يبقى 25 بوينتر كام شباب اللي هي 216 طبعا نقولين بتعطينا متر برسكن طبعا هو قرب ده فبقى 25 بوينتر كام يبقى يبقى يدي يدي يبقى اما دي اما دي نستبقى ده ونستبقى ده طبعا هو عايزي عايز الvertecal displacement الvertecal displacement يبقى هو محتاج مين محتاج الدي طب حلو او انهيكواجون تنفع ينفع نحل بالتانية وينفع نحل بالتالتة بس الاسهل الثانية هنكتب الاسهل الثانية اللي يدي اقوال ال vi y t بلس الهاف في الجي في ال t بار 2 تعال نعود ال vi y موجودة اهي ب 25 برو 3 25 برو 3 طبعا ال time time اللي هو مدولي بفور منص ادي الهاف او خليها بلزم احنا ماشيين و ادي times الجي هتبقى هنا ب negative 10 لانه طالع له فوق في ال time اللي هو بكام بفور باور 2 و تعال نجيب الكلام ده بال calculator نفتح براكت نقوله 25 روت 3 نخرج برا نعمل times 4 نقوم براكت بعد كده minus نفتح براكت تاني اللي هو 0.5 اللي هو ال half طبعا times 10 times 4 و نقوم براكت و نقوله equal كم شباب نقوم براكت 93.2 يبقى هنا 93.2 يبقى 93 و نحن كده كده مستبعدين يبقى اللي هو من D ده كده الجزء الاولاني تعالوا نشوف الجزء الثاني اللي عايز البرجيكتد هو هيحدف هوريزنتل يبقى هو ماشي كده هيحدف هوريزنتل هاتي مشكلة تمام اولا كده شباب انا عايز مين بقى عايز الفلسطي اللي هي الفاينل تمام و عايز البرجيكتد تمام اولا الفاينل هنجبها بنفس الاسلوب نفس الكلام نفس اللي عملنا هنا هنرجع نعمله هنا ثاني اولا انا هجيب مين هجيب الفي اي اكس تعالوا نجيب الفي اي اكس اللي هي equal مين اللي هي equal الفي اي الفي اي الفي اي اللي هي هتبقى الفي اي كوزين ثيتا كوزين اي ثيتا اللي هي هتبقى equal 50 طبعا هو مش هورزنتل يعني الانجل بزيرو كوزين ايش بقى كوزين زيرو و طبعا كوزين زيرو بواحد يبقى تطلع كم تطلع 50 متر طيب محتاج بعد كده مين محتاج اجيب الفي اي واي خلي بالك نفس الخطوات اللي انا عملتها فوق انا جبت الفي اي اكس بعد كده اجيب الفي اي واي الفي اي واي هتبقى equal الفي اي الثين يبقى هنا ب kad epsilon بزيرو يبقى ذا كده اجيبت الفي اي اكس اللي هي الفي اي اف اكس و هذه الفي اي واي ومنها ا 무엇ا استخدم نفس هي مسألة متعادة عشانِ اجيب الفي فيك والتجاه واي هقول له ان في فيك والتجاه هي سيبقى mio فى التجاه فيってجاه قطع طالعا اعود دا كده خلاص بزيرو هي هنا هتبقى بتان تمام في التايم اللي هو بفور يعني تطلع كم تطلع برضو هروح اعوض في نفس دي هقول له ان هتبقى طبعا الفي فاينال في تجاه اكس سكوار بلس الفي فاينال في تجاه اي سكوار يعني الفي فاينال في تجاه اكس اللي هي بكام بففتي يبقى ده كده ففتي باور تو بلس وده كده فورتي باور تو كل ده تحت مين تحت الروت واجبها بالكالكليتور تطلع بفورتي ثري بوينت زيرو ثري ميتر بير سيكن يبقى ياما دي ياما دي يبقى استبدي واستبدا طبعا انا عايز بنفس الطريقة اهيه تعالوا نحل هنقول له ان دي اكوال الفي اي واي تي بلس الهاب جي تي باور تو تعالوا نعود الفي اي واي فين الفي اي واي بزيرو خلاص بالسلامة بلس ادلهاب في الجي بتان في الطايم بكام فور فور سكوار يعني بسكستين سكستين يا شباب يعني سكستين في الفايف تطلع كام تطلع ايتي ايتي ميتر يبقى لإجابة بتاعتنا قد ما تنفعش يبقى هي دي يبقى لإجابة بتاعتنا اللي هو من سي ده كده طبعا سؤال هو متكرر مفوش جديد اللي احنا عملنا في في هو نفس اللي احنا عملنا في التانية يعني سؤال مفوش حاجة هو نفس السؤال بس الفرق ان احنا في الحالة الاولى اشتغلنا بانجل كانت اكوال سكستي في الحالة التانية اشتغلنا ان هو طالما اللي يبقى الانجل هنا بايه بزيرو ونفس الخطوات عيدناها تاني بيعتبر انت بتعيد الخطوات تاني بس الفرق ان انت شغل بانجل اكوال ايه زيرو نأتي لكواشن 11 تعالوا نشوف 11 بيقول ايه قال لي يا شباب كواشن 11 قال لي انا عندي officer adjust a cannon that's placed in the on the ground in training task قال لي if the cannon first fire subprojected قال لي at the angle 60 لازم اتأكد هي مع الhorizontal ايه بدأ الثيتا قال لي to reach the maximum height اللي هي الهيط اللي هو كام 2000 متر قال لي the initial speed of projecting equal يبقى هو عايز مين عايز ال vi ايه اولا عشان اجيب ال vi y محتاج حاجة من الاثنين يا محتاج ال vi في اتجاه x يا محتاج ال vi ايه في اتجاه من y تب انا هستفيد من الهيط ده في ايه ما هو الهيط ده شباب اكوال ايه ما احنا نعلم انه هو لو rule equali negative vi y square divided L 2g من هنا كده انا هجب من ال vi تعالوا نعود ال vi اتجه انت اب كام في ان ال h اهو 2000 2000 ايهو add negative vi y square over add t في جي هنا بالدهالي بكام يبقى اهو هشيل النيجدف مع النيجدف يبقى يبقى هنا هجيب هيبقى هنا يبقى يطلع كمي شباب هطلع فورتي ثوزند اهو بس خلي بالك في هنا سكوير فاخد هنا ايه الروت لما اخد هنا الروت تطلع هتطلع بكام 200 متر يبقى انا جبت مين جبت ال viy طب انا عندي رول بيقول ان viy equal vi sin sin theta تمام طب انت عايز ال vi initial هيبقى ال vi initial y على sin ثيتا طب يبقى هنا 200 على sin الثيتا بكام هو مدي لسيتا ب60 طبعا 60 يعني روت 3 over 2 يعني تطلع 400 على روت 3 يعني تطلع كما شباب هتطلع 230.94 meter per second يبقى الاجابة بتاعتنا اللي هي D طبعا ده كده الاولاني طبعا عايزي تاني تعالوا نشوفه عايزي تاني قال لي with a velocity of 80 meter second قال لي and the angle of ten with vertical خلي بالك ان هنا الانجل مع vertical يعني هو بص هو طلع كده الانجل فين ده الانجل اللي هي كام هو مندالب كام الانجل هنا بتاني لا احنا مش بنشتغل على الانجل دي احنا بنشتغل على الانجل دي فلو ده بتاني يبقى ده بكده بايه بايتي يبقى اطلع من الحتة دي ان الثيتة هنا بكام بايتي قال لي the projected speed عايز مين يا شباب عايز ال projected speed after يبقى هو عايز مين عايز ال v final عايزة بعد ده قال لي after 10 seconds يبقى هو منديني time طيب اولا عشان اجيب له v final هقوله ان v final ده equal v final x square plus v final في اتجاه y square كل ده تحت مين تحت ال road يبقى انا مهمة اجيب ال v final في اتجاه x واجيب ال v final في اتجاه y بسيطة تعالوا نبدأ بال v final في اتجاه x اولا هقول له ان v final في اتجاه x هتبقى equal v initial في اتجاه x اللي هي equal v initial cosine theta يا v initial انت بكام ال v initial ما احنا لسه حاسبينها اللي هي بكام يا شباب كنا حاسبينها بكام هو اصلا من الدهال اه 800 اها cosine الانجل هنا مش التاني الانجل هنا هتبقى 80 اهو هاد الكلام ده بال calculator هتطلع one three eight point nine two meter per second يبقى احنا جده اجيبنا مين v final في اتجاه x طب عشان اجيب v final في اتجاه y يا شباب يبقى انا محتاج مين لازم اجيب v initial في اتجاه y هقوله ان v initial في اتجاه y هتبقى equal equal هقوله vi sine zeta اولا vi هو مدهال ب800 اها في sine الانجل ب80 اللي انا استنتج ده من هنا طبعا تطلع كام ده تطلع seven seven point eight five meter طيب انا محتاج مين بقى محتاج في اتجاه في اتجاه مين في اتجاه y يبقى انا هعملي هستخدم equation of motion انهي واحدة تنفع طبعا لا تنفع الاولى معي يبقى v final في اتجاه y هتبقى equal v initial في اتجاه y plus gt وتعالوا نعود v initial في اتجاه y ما نجابها ها اللي هي بقى seven eight seven point eight five طبعا الجي هنا وطلع لفوق هتبقى negative ten في ال time هو مديني قال لي after cam قال لي after ten seconds يعني هنا بتاني خلص الكلام ده بقى بالcalculator تطلع six eight seven point eight five meter per second تمام يبقى انا جبت مين جبت فانال فتجاه يبقى six فاينل في اتجاه X سكوار بلس الفاينل في اتجاه Y سكوار يبقى equal الفاينل في اتجاه X اللي هو الرقم ده اللي هو one three eight point nine two طبعا power two بلس الفاينل في اتجاه Y اللي هو الرقم ده اللي هو six eight seven point eight five طبعا power two كل ده تحت مين تحت الروت خلي بلك في one هنا طيب تطلع كم هتطلع seven zero one point seven four meter pair second اللي هي اللي هي مين يا شباب اللي هي seven one اللي هي دي اها تمام ده كده اللي هو التاني طب هو عايزي بقى قلي at the angle theta to reach the maximum horizontal range for given initial speed ten zeta equal طيب عشان يوصل لماكسموم horizontal range يا شباب ده معلومة اصلا احنا احنا قللنا في الشرف امتى الابجيكت يوصل لماكسموم horizontal range عشان يوصل لابعد مسافة لازم يكون طالع بانجل equal camp 45 يبقى انا في الحالة دي تبقى equal camp 40A five ده كم شباب question 11 تعالوا نشوف question 12 بيقول لي ايه اللي ايه شباب اللي انعاندي عاندي opposite figure shows the uh trajectory of a cannon pole that's projected a horizontal from a height dekital height lower edge upon the uh sea level to hit a shape that's horizontal a distance I don't want to have a layer or layer range de اللي from the canon اولا ده ماشي كده شباب تمام فهو عايز مين عايز الانشيال اولا في هنا كده اللي هي ال vi x فهو مش طالع لفوه يبقى ايه لا ده سوري ده y فهيبقى equal zero وهيبقى ال vi هتبقى ال vi في اتجاه من x تمام كده يبقى انا محتاج مين محتاج ال vi في اتجاه طيب اجيبها من انهروا يا شباب هاجيبها طبعا ال distance over time انا عندي distance ها بس عندي مشكلة في ال time الطايم مش موجود طب انا عشان اجيب ال time محتاج مين انهي equation تنفع طبعا اللي انفع معانا ال equation التانية اللي هو بقول ان ال vi في اتجاه y في ال time plus ال have في ال j في ال t power 2 وتعالوا نعوض يا اتش انت بكام انا ب 200 اها 2 a 100 اكوال يا vi y ما احنا قلنا انه بزيرو يبقى الكلام ده كله بزيرو خلاص هنا ال have times ال j مده اللي بكام بتن اهيه طيب هنا times كام يا شباب ال t power 2 احنا عايزينها طبعا ال zero مع ال zero هو 2 يبقى ال t هتبقى 2 في 20 يبقى كام مش بقى بتطلع 40 طبعا 40 تحت ال root 40 تحت ال root يعني تطلع كام تطلع 6.325 seconds يبقى احنا كده جبنا مين جبنا ال time بعد كده امره هايلو بقى هقول له ان ال vi هي هيها ال vi x اللي هي اقوال مين الدستانس over time فين الدستانس اهي 1000 1000 over time ما الطيب انا قايبه اللي هو 6.325 اللي هو 6.325 هذا الكلام ده بالكالكليتور تطلع كام هتطلع ايه شباب كام 158 طبعا نورينا بتاعتنا meter per second 158 فين 158 اللي هي D اللي هي البي ده question كام question 12